لوط عليه السلام قبل تلقيه الأمر بالنبوة والدعوة كان يرافق عمه الخليل إبراهيم عليه السلام في دعوته فقد كان أول من آمن به بعد زوجته سارة وانتقل معه بين المدن ولما جاءت الرسالة إلى لوط عليه السلام بتكليف من رب العالمين أمره إبراهيم عليه السلام أن يذهب إلى قوم سدوم وذهب إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس لينعم به وأكمل لوط عليه السلام سيره إلى قوم سدوم للعيش بينهم ودعوتهم لتوحيد الله وعبادته رغم أنهم قوم سوء يفعلون الفواحش يقطعون الطرق يهاجمون القوافل يقتل القوي الضعيف ويسفك الملوك دماء الأبرياء ويأتون الرجال من دون النساء ويستحلون أموال الناس بالباطل ودعا لوط عليه السلام قومه وتحمل أذاهم ولم يؤمن منهم أحد وكان من أصعب الامتحانات التي مرت به زوجته التي رفضت اتباعه وبقيت مع قومها على الباطل نحن قوم سدوم نفعل ما نريد لا نلقي بالا بالحلال أو الحرام نشرب نمرح نفرح حتى الآلهة تبارك أفعالنا إلا زوجي لوق الذي ضرب بيننا وانفصل عنا ودعا إلى إله آخر إله عمه إبراهيم يدعونه برب العالمين وما رب العالمين رب نوح وإبراهيم رب كل شيء ومليكه الخالق الرازق البارئ المصور من خلق لك هذه الدابة من سقاها وأطعمها من شفاك وأطعمك من رزقك وكفاك وكفلك وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعرى اسكت واذهب عنا أنت من من فتنو بلوط وإبراهيم لقد أمرنا خليل الله يرد عليه لوط عليه السلام بأنه جاء داعيا إلى توحيد الله رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشرق والمغرب وهو الذي يتوفاك حين تنام وهو الذي يحييك وكم تريد يا لوط من المال والعبيد والنساء كي تترك هذه الدعوة وترجع إلى دين سدوم يقول لوط عليه السلام ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولكننا لا نريد الهدى نريد أن نظل هكذا نفعل ما نشاء وقت ما نشاء يقول لوط عليه السلام ولكن الله أرسلني إليكم خاصة إلينا خاصة نحن لا نريد رسولا ولا نبيا يقول لوط عليه السلام إنكم لتأتون الفاحشة وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون وماذا حدث يا مولاتي بين لوط والملك؟ أعطاه الملك موثقا وأمانا أن يعيش آمنا في دعوته لا يمسه أحد بسوء يا له من رجل عنيد هذا الزوج الذي لا تقف أمامه الدنيا في دعوته لدينه ودين عمه إبراهيم حاول لوط عليه السلام هداية قومه ولكنهم أبوا فقوم سدوم مصرون على الهلاك بالمعاصي والذنوب وكان دعاء إبراهيم عليه السلام له اللهم نجي لوطا وأهله مما يعملون حتى وقع قوم سدوم في مأزق كبير فاستعانوا بلوط عليه السلام ترى لماذا بعث الملك بارع ملك سدوم لزوجك يا سيدتي كل الملوك قد تجمع عند بارع مالك سدوم لا أدري لماذا يا لوط لقد اجتمع الملوك معك لنستعين بك في أمر كبير الأشهوريون قد بغوا علينا وجمعوا منا الضرائب الباهظة فهل أن تعون لنا في حربنا ضدهم يرد لوط عليه السلام بأنه يقف مع الحق أينما كان وحينما كان هذا هو أهدنا بك يا لوط لا تعين ظالما ولا تترك مظلوما ولا تخشى أحدا في الحق فهيا هيا يا قوم سدوم سنحارب الآشوريين ومعنا الملوك والجيوش ودخل لوط عليه السلام الحرب مدافعا عن الحق رافعا راية الجهاد ضد الظلم ولكن سدوم هزمت شر هزيمة فإن معصية واحدة أشد على الجيوش من سيوف الأعداء وقوم سدوم لم يتركوا ذنبا ولا فاحشة إلا وفعلوها فنالوا عقابهم حتى وإن كان فيهم لوط النبي الله عليه السلام واستمرت دعوة لوط عليه السلام لقومه حتى وصل الأمر بالتستر للنساء فما كان إلا أن أمر لوط عليه السلام بناته بالحجاب والتستر كما أمره رب العالمين حتى طلبت منه زوجته الطلاق طلقني يا لوط طلقني خذ بناتك فأنا لست منكم وأنتم لست مني يرد لوط عليه السلام ما أمرت بهذا إنما أمرت أن أصبر عليكم حتى يحكم الله بيني وبينكم إذن لا بد من طردك وبناتك من سدوم سأذهب بنفسي للملك ليطردك وبناتك وانظر ماذا يفعل لكم الرب وذهبت زوجة لوط عليه السلام إلى الملك تستعديه على زوجها لوط عليه السلام وبناته يا لوط لقد كرهتك زوجتك فطلقها يقول لوط عليه السلام إن أتبع إلا ما يوحى إلي لكنها لا تريد أن تعيش في بيتك كرهت مأكالك ومشربك ومسكنك يرد لوط عليه السلام على زوجته شأنك كقومك فهم لا يحبون الناصحين وسأصبر حتى يفتح الله بيني وبينهم بالحق وهو خير الفاتحين لن أتبعك يا لوط لن أتبعك ولن أحتم نفسي وقومي من ملذات الحياة الدنيا قال لوط عليه السلام من تبعني فإنه مني ولا يحل لي أن أزوج بناتي بمن ليسوا مني أعلن أنا ملك سدوم أنه لا حق لأحد في بنات لوط بل لا حق لأحد من سدوم في بنات لوط وازداد طغيان القوم ولكن لوط عليه السلام لم يتوقف عن دعوتهم ووقف لوط عليه السلام وسط قومه ينصحهم قائلا يا قوم اتقوا الله الذي أنتم إليه راجعون والذي أنتم إليه تحشرون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم لقد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يقول لوط عليه السلام يا قوم كفوا عن هذه الكبائر والمعاصي التي تفعلونها ليل نهار واتقوا ربكم يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى وماذا تريدنا أن نفعل يقول لوط عليه السلام يا قوم كفوا عن الفاحشة التي ما سبقكم بها أحد من العالمين إنكم لتأتون الذكور وتقطعون الرحم وتسرقون وأمرهم ألا يفسدوا في الأرض بعد إصلاح إنك تعلم أننا لن نفعل ما تقول فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين هههههه ولوطا إذ قالني قومي إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين فأيقن لوط عليه السلام أن عذاب الله آت لا محالة بعد أن عميت أبصارهم وصمت آذانهم عن سماع الحق وعلم أن دعوته لقومه قد انتهت وأن العذاب مصيبهم وجاءت ساعة الحساب فأرسل الله ملائكة لخليله بالبشرى والإنذار بشرى لخليل الله إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة بالذرية الصالحة والإنذار لقوم لوط عليه السلام بالعذاب جاء ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة ودخل ضيوف إبراهيم عليه السلام بيته فما رأى الناس أجمل منهم فقدم لهم الخليل إبراهيم عليه السلام الطعام بنفسه ولكنهم لم يأكلوا فأحس بالخوف فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين وفي هذه المقابلة بشرتهم الملائكة بميلاد إسحاق عليه السلام ومن وراء إسحاق يعقوب ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ذلك أن إبراهيم كان يرجو أن ينيبوا وأن يتوبوا وقال لهم إبراهيم عليه السلام أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن قالوا لا قال فمائة مؤمن قالوا لا قال فأربعون مؤمن قالوا لا قال فأربعة عشر مؤمن قالوا لا إلى أن قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد قالوا لا قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وذهبت الملائكة لإنذار لوط عليه السلام بالعذاب لقومه واقتربت الملائكة من إحدى بنات لوط عليه السلام فقالوا يا جارية هل من منزل؟ قفوا مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم أخاف عليكم من القوم الفاسقين يا أبتي أرافتين على باب المدينة ما رأيت أحسن منهم وجوها أخاف أن يأخذهم القوم فلقد نهوك أم تضيف رجلا فرد عليها لوط عليه السلام خلي عنا فلنضيف الرجال فجاء بهم فلم يعلم أحد إلا أهل البيت قابل لوط عليه السلام ضيوفه فوجد فيهم جمالا ووسامة ونزلت الملائكة ضيوفا على لوط عليه السلام الذي ضاق بهم ذرعا من الخوف عليهم وانطلق أمامهم وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون في غيرها فقال لهم والله ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات وكانوا قد أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك فقالت الملائكة للوط عليه السلام بماذا تشهد على قومك ورد لوط عليه السلام بأنهم شر قوم على وجه الأرض وما كان من زوجة لوط عليه السلام بعد سماعها بأمر الضيوف إلا أن هرعت إلى قومها تخبرهم لقد جاءك الجديد يا أبي الجديد؟ وما هو يا ابنتي؟ ثلاثة من الفتيان ما رأيت في جمالهم ولا في حصنهم أين هم؟ أخبريني ولا تخبري غيري أين هم؟ إنهم مع لوط الآن بالمنزل نزلوا عليه ضيوفا آه جاءت اللحظة التي ستعقب فيها يا لوط جاءت اللحظة إنها لحظة الحساب والعقاب فلتكن كل القرية معنا حتى يتأدب لوط ونؤذيه في ضيوفه وما زال لوط عليه السلام يتحدث إلى رسل رب العالمين حتى دخل حارسه مولاي لوط إن القوم بالباب قد حضروا إليك يريدون مقابلتك وفزع لوط عليه السلام وخاف على ضيوفه من أذى قومه وحذر ضيوفه من الخروج إلى هؤلاء القوم المفسدين أخرج علينا يا لوط وسلمنا ضيوفك وإلا دخلنا عليك واقتحمنا المنزل وأخذناه عنوى ألم ننهك عن تضيف الرجال وأدرك لوط عليه السلام أن هذا اليوم يوم عسير هيا يا قوم اقتحموا المنزل وأخرجوا ضيوف لوط وردت الملائكة لا تبتأس يا لوط فإن ركنك لشديد وإنهم لآتيهم عذاب غير مردود قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فقام لوط عليه السلام يحاول إقناع قومه بالابتعاد عن ضيوفه وعرض عليهم لوط عليه السلام بناته على سبيل الزواج قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد يا لوط أعطنا ضيوفك واسلم من أذانا وردت الملائكة يا لوط إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين وحزن لوط عليه السلام على أهله وبناته ممن اتبعوه وخاف عليهم من الهلاك والدمار فقالت الملائكة لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين وضرب جبريل عليه السلام بجناحه على أعين هؤلاء الفسقة فطمسها لا أرى بعيني وأنا أيضا لا أرى لا أبصر أصبحت ضريرا أين أهلي ومالي وملذاتي وشهواتي وقال لوط عليه السلام لأهله إن الله أمرني أن أسري بكم وقد وعدني الله بالنجاة أنا وأهلي إلا من أصر على الكفر وخرج لوط عليه السلام بأهله من القرية قبل وقوع العذاب الذي أخبروه أن موعده الصبح وخرجت معه زوجته وقد أمرتهم الملائكة بألا يلتفتوا لأن العذاب يصبهم بمجرد النظر إليه إلا أن امرأته عندما بدأ العذاب يحل بالكافرين سمعت أصواتهم وصراخهم فالتفتت تصرخوا قوماه فأصابها ما أصاب قومها من العذاب قالوا عن عذاب قوم لوط عليه السلام اقتلعهن جبريل عليه السلام بطرف جناحه من قرارهن وكن سبع مدن بمن فيهن من الأمم فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة أصوات ديوكهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عليها سافلها وأرسل عليهم صيحة ومطر من الحجارة تتبع بعضها بعضا فأبيدت المدن بأكملها وكانت نهاية قوم سدوم وعاش لوط عليه السلام يدعو إلى الله تعالى وأعطاه خليل الله عليه السلام المال والعبيد والماشية لتساعده وتقويه على مواصلة دعوته لتوحيد الله في الأرض ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصادهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد في عصر سيدنا إبراهيم عليه السلام كان هناك عدد من الطغاة والأقوام الفاسدين منهم الملك الهكسوسي سنان بن الأشل الذي غزى مدينة منف وصار حاكما على أجزاء من أرض مصر مولاي العظيم سنان ما الذي عاد بك مبكرا يا قائد الجيش أسرت مرأة عظيمة الحسن وعظيمة الشأن أيضا في غارتي على إحدى القبائل ومن تكون؟ هل سمع مولاي برجل يدعى إبراهيم تحدى الملك النمرود وهزم؟ أذلك الرجل الذي وضعوه في النار وخرج منها سالما؟ إنه هو يا مولاي هو رجل عجيب يدعو إلى إله واحد ويفتن الناس بحديثه أينما ذهب ولكن ما علاقته في الأمر؟ لقد أسرت زوجته اسمها سارة هذا خبر عظيم زوجة إبراهيم أصبحت جارية في قصري هيا 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 اقترب مني أيتها الجارية الحسناء اللهم نجني من كل ظالم جبار أغتنق لا أستطيع التنفس هذا من سوء عملك أرجوك امنعي ما فعلتيه من سحر أستغفر الله العظيم وهل يفلح السحرة؟ ما الذي جرى لي؟ العلم عند الله الألم لا يطاق أتوسل إليك أن تفعلي شيئا إن الله وحده الشافي ولا أملك لك ولا لنفسي إلا الدعاء ادعي ربك إذن ليشفيني سأدعوه على أن تلتزم الأدب سأفعل أتوسل إليك اللهم إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك الهواء يدخل إلى صدري ما هذا؟ قل الحمد لله اذهبي عني هيا ابتعدي يا حراس أرسلوا في طلب الكهنة والسحرة أسرعوا هذه المرة لن تفلتي من يدي يا سارة ألم تتعلم من المرتين السابقتين؟ لقد أخذت كل الاحتياطات وأشعلت البخور المقدس وصنع لي الكهنة أحجبة تقيني من السحر كما أن الآلهة كلهم حولي ليهدك الله أيها المسكين كيف تخاطبين ملكا بهذا الحديث؟ الملك لله وحده فلا تغتر بقوتك سأريكي مدى قوتي عادت الآلم مرة أخرى ترى آيات الله بعينيك ثم لا تؤمن به أرجوك أرجوك ساعديني لا أستطيع احتمال الألم اللهم إنك تعلم ضعفي وقلة حيلتي ولا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم اشفيه فأنت الشافي أقسم أنني لن أحاول إيذائك مرة أخرى أهلا بالسيدة الصالحة سارة قررت أن أطلق صراحك هل جاء إليك نبي الله؟ نعم قابلته قابلته ومعي كبير الكهنة وعلماء الفلك والحساب وقد أدهشنا جميعا بعلمه الغزير إذن أنت آمنت به اسمعي يا سيدتي إننا نعيش في هذه الأرض على طاعة البسطاء لنا فإن انتشر دين إبراهيم لن يطيعنا أحد ولن يرضى بحكمنا أحد فهل نضر أنفسنا؟ لست أفهم لكم دينكم ولنا دين انتظري أيتها السيدة الصالحة ماذا أيضا؟ هدية من الملك ذهب وأحجار كريمة وأميرة مصرية أسرتها وستكون جارية لك لا لا أستطيع أن أقبل الذهب أو الأحجار الكريمة هدايا الملك لا ترد سأقبل إذن الفتاة ذات الوجه المليح ما اسمك يا فتاة؟ الأصح أن نقول لعلها أن تكون سببا في الشفاء لأن الشافي هو الله وحده ما أجمل دينكم فهم يجذبون ويخلطون الحق بالباطل والعلم بالخرافة هذا صحيح ألن ترتاحي قليلا؟ سأرتاح عندما تأكلين وتستردين عافيتك بإذن الله لا تنسى شيئا وحرص على الأسواب الحريرية أمرك يا سيدة والها أهنئك على هذا الحظ أي حظ؟ عن أي شيء أنت تحدثين؟ لقد سمعت أن زوجك لوت قد بعصه الله نبيا ليدعو إلى عبادته في أرض سدوم وعامراء نعم وسننضي أغرابا إلى هناك أنا أيضا أسلمت بالأمس لرب العالمين يا له من إحساس طيب 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 أسرع بأعداد المؤن أو شكنا على الانتهاء كنت أهاب الوقوف بين يدي سيدي إبراهيم لأعلن الإسلام وإذا به يبتسم في وجهي ألن تتوقفي عن السرسرة وإضاءة الوقت؟ لم أقصد آسفة احمل السناديق إلى الجمل سأمضي أنا يا لها بنبرأة فضة كيف يكون لنبي الله لوط زوجة كهذه؟ لا يصح أن نقول عنها سوء من غير حضورها هذه غيبة هكذا علمني نبي الله إبراهيم ألن يعود سيدي إبراهيم إلى خيمته في هذا البرد الشديد؟ إنه معتاد على هذا يا هاجر يستيقظ في جوف الليل فيصلي لله ثم يتم التسبيح في الخلاء ويستوي عنده الحر والسقية نحتاج إلى شيء من الطعام أستحلف كما بالله الترتاحة؟ فأذهب أنا لإعداد الطعام هل لي أن أبوح لك بسر؟ بالطبع يا أمي وسيدتي أشعر أنني مقصرة مع زوجي إبراهيم فهو يرفض أن يتزوج بأخرى إكراما لخاطري وأنا لا يرطيني أن يبقى دون ذرية إن هذا حق أي رجل عادي فما بالك بنبي الله وخليله وما ذنبك أنت يا سيدتي هذا أمر الله وله في ذلك حكمة بكل تأكيد لقد أراحني أن أتحدث معك لا أدري بماذا أجيب كنت بالأمس أميرة يؤلمها الأسر وتبكي لضياع ملكه والآن أحمد الله على ضياع الدنيا الزائلة وفوزي بصحبة امرأة مثلك ما أطيب كلماتك وأرقها أنت مفطورة على الإسلام الصحيح يا هاجر الحمد لله على الدين الحنيف ملة إبراهيم عليه السلام تقبل الله منك يا هاجر منا ومنك يا صاحبة الفضل أريدك في أمر مهم أؤمريني يا سيدتي لقد قررت أن يتزوج نبي الله إبراهيم ليرزق بالذرية الصالحة هذا تصرف في منتهى النبل برقي تعجب الخليل من الفكرة في البداية وعندما أصررت وافق وفوضني أن أختار له الزوجة هذه مهمة صعبة كيف تجدين من تستحق هذا الشرف وجدتها بفضل الله الحمد لله ألا تريدين معرفتها بل أتوق شوقا لمعرفة سيدة الجديدة إنها أنت يا هاجر أنا؟ ولكن أترفضين الزواج بنبي الله إبراهيم؟ معاذ الله إنما لا أحتمل المفاجأة لقد أسرني الملك وأسرك أنت أيضا وكان ظاهر الأمر شرا لنا وواطنه فيه الخير لنتعرف ونتحاب ونتشارك في شرف الزواج بخليل الله إبراهيم لن أنسى فضلك هذا ما حيت وتزوجت السيدة هاجر بنبي الله إبراهيم كما أرادت لهما سارة الصالحة وأنجبت هاجر صبيا كالبدر هو إسماعيل عليه السلام يا لو من جو عاصف نجنا يا الله لا أدري كيف يسافر نبي الله إبراهيم في مثل هذه الظروف إنه مأمول يا نيرا من رب العالمين ولكن أخش على سيد إسماعيل فهو لا يزال رضيعا هاجر امرأة زكية وفطنة وستقدر على رعاية وليدها بإذن الله آه الحمد لله هدأت العاصفة الحمد لله اللهم كن مع إبراهيم وإسماعيل وهاجر وبارك لهم في رحلتهم اشتقت لمدعبة سيد إسماعيل ورؤيته وهو يفتسم وأنا والله أكثر منك إنه وليد الذي لم أنجبه وهو دعوة الخليل إلى ربي اللهم بارك لنا فيه واحفظه من كل سوء ووصل نبي الله إبراهيم وزوجته وولده الرضيع إلى جبال مكة المباركة وهناك قرر ما أدهش زوجته سيتركهم وحدهم ويمضي إلى حيث يؤمر يا زوجي وسيدي كيف تتركنا في هذا الوادي المقفر وحدنا لا يوجد هنا زرع ولا ماء أجابها النبي الكريم أنه من يسكن مع الله لا تشغله أمور الدنيا هل أمرك الله بهذا؟ قال النبي الكريم نعم إذن فالله لن يضيعنا سار خليل الله إبراهيم مسرعا وعندما اختفى عن وجه زوجته وحبيبته هاجر تضرع إلى ربه وقال يا رب إني أسكنت أهلي في أرض لا زرع فيها ولا ماء ولم أترك لهم إلا رحمتك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا الله يا الله سيدتي ماذا بك؟ الحمد لله كان حلما هل لي أن أسألك عنه؟ رأيت حبيبي إسماعيل يبكي ويتضور جوعا وصدر هاجر لا يستطيع أن يطعمه خيرا بإذن الله لا تشغلي بالك إنه مجرد حلم نفد الماء والغذاء من السيدة هاجر وكان ولدها إسماعيل يبكي بشدة من الجوع والضمأ فتركته في مكان وسط أشعة الشمس الحارقة أيها الناس ألا يوجد أحد هنا؟ وهبطت من جبل الصفا مهرولة إلى جبل المروى أيها الناس أدركوني وعادت مرة أخرى إلى جبل الصفا ما هي طفل صغير يكاد يهلك وظلت هاجر تعد بين الصفا والمروى حتى أتمت سبعة أشواط واستبد بها التعب يا الله أهي حقيقة أم ثراب؟ إنه الماء لم أذق في حياتي أطيب منه أنت يا حبيب الصغير من حفر هذا البئر بقدميه؟ اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لك انظر يا جرهمي كيف يأتي الطير إلى جبال مكة القاحلة؟ لابد أنه وجد أثرا للماء إذن هيا بنا لنشرب ونتزود من الماء وصل العماليق إلى البئر الذي سمي زمزم لأن السيدة هاجر عندما رأت انفجار الماء بقوة أحاطت بذراعيها وقالت زمي زمي هل تأذنين لنا أن نقيم خيامنا بالجوار؟ هذه أرض الله لا أملكها إننا نستأذن لأنك أول من سكن المكان أذنت لكم ولكن بشرط ما هو؟ لا حق لكم في بئر زمزم نعرف أنها بئرك أنت معاذ الله أنا لا أملكها ها؟ ومن مالك البئر إذن؟ الله وحده الله؟ نعم ولكل عابر سبيل الحق في الشرب من ماء زمزم دون أجر هذا شرطي الوحيد تأكد أن هذه ستعمر خلال أيام قليلة وسيأتي الخير لها من كل مكان نيرا ماذا دهاكي؟ هبشري يا سيدتي رأيت نبي الله إبراهيم قادما إلينا إبراهيم؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا نبي الله هو قادم إلينا في الحال فأسرع في إشعال الحطب وإعداد الطعام هل معه إسماعيل وهجر؟ لا ليس معه لا بد أنه قد اطمأن عليهم هيا ألم تحضر الحطب بعد؟ كل هذا الخير بفضلك أنت يا زوجة النبي الكريم بل بفضل الله وحده ودهوة إبراهيم أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى تلك الأرض مبارقة لقد أخذنا منك العلم والخلق الرفيع وزوجك الفاضل قد هدانا إلى عبادة الله الواحد الأحد وأقل شيء نشكرك به أن تقبلي منا هذا الطعام الحمد لله أغنانا الله من فضله لا تردين خائبين إذن سأقدم طعامكم لكل عابر سبيل حتى يشعر الناس في أرض مكة بالأمن والشبع لقد جاء ضيوف لنبي الله إبراهيم رأيتهم لهم وجه تضيء بالنور والحسن أمر سيدي أن نسبح لهم عجلا سميما أسرع في تنفيذ الأنب ولا تسر غضب الحليم ألم تسبح العجل بعض سأفعل في الحال وأنا سأساعدك في خدمة الضيوف لا لن يخدم ضيوف زوجي غيري سيدتي أنت متعبة وخدمة الضيوف تحتاج لمجهود كبير أعرف أنني قد صرت عجوزا ووصلت إلى سن التسعين ولكني أصر على خدمة زوجي وضيوفه بنفسي كما تحبين يا سيدتي هل انتهى الضيوف من الطعام لنغسل الآن إنهم لم يلمسوا الطعام بعد كيف هذا؟ مضت عليهم ساعات طويلة فكيف لم يجوعوا؟ خيرا يا سيدتي ما الذي أضحكك؟ إن ضيوف إبراهيم يبشرونني بغلام ها؟ يا لها من بشرة طيبة ويحك يا نيرا كيف ألد في هذه السن؟ أنا عجوز عقيم وبلغت تسعين عاما قال لها ضيف إبراهيم أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد حقا؟ كان هؤلاء الضيوف ملائكة من عند الله في صورة بشر؟ نعم هم كذلك ولماذا جاءوا؟ أمرهم الله أن يبلغوا نبيه وخليله بوجهتهم قبل أن يؤدوا مهمتهم وإلى أين يتجهون؟ هم ذاهبون إلى أرض لوط ليهلكوها ويجعلوا عاليها سافلها ولكن سيدي لوط هناك هذا ما قاله لهم إبراهيم عليه السلام فأجابوا أنهم على علم بذلك وسوف ينجو لوط وأهله إلا امرأته والها ولماذا تهلك؟ زوجة النبي الكريم لوط لأنها كانت كافرة كانت تتجسس على زوجها وتبلغ أخباره لأعدائه الكفار أهذا جزاء الإحسان؟ ليحاسبها الله ليس أقصى مما تنتظره في صباح الغد ولكن يا سيدتي لماذا تأخر الضيوف في خيمة نبي الله إبراهيم كل هذا الوقت؟ كان الحليم إبراهيم يجادلهم في العفو عن قوم لوط فقلبه الطيب يفيد بالرحمة حتى على العصاة من كان يقول إن هذه الأرض الجافة ستكون مزارا لكل المؤمنين منذ بنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهم السلام الكعبة المشرفة والخير لا ينقطع أين السيدة الطيبة هاجر؟ إني لا أراها منذ أيام سافرت لتزور أختها في الله السيدة سارة أم إسحاق سارة سيدتي سارة حبيبتي هاجر خشيت أن يقضى أجلي قبل أن أراك أطال الله في عمرك يا أم إسحاق أين حبيب الصغير؟ إسحاق يلعب مع أخيه الفارس إسماعيل كم يحب إسماعيل ترويد الخيول لم نسمع من قبل عن أحد ركب ظهر الخيول الوحشية واستطاع إخضاعها هو بالفعل أول عربي يفعل ذلك وأبوه إبراهيم فعيد بذلك حدثيني عنك يا هاجر أوحشتني لا أوحش الله قلبك الطيبة أبدا إن مكة المكرمة أرض خير وسلام ليتك تقيمين معي فيها والله أحب ما أريد وماذا يمنعنا؟ سيدي إبراهيم أمر بذلك حتى ينتشر أبناؤه في مشارق الأرض ومغاربها النساء في الصحراء يتعجبن من أمرنا يقولن زوجتان للرجل نفسه وبينهما كل هذا الود والإخلاص إن وجود النبي الكريم في حياتنا هو ما يصنع الحب بيننا لا تنسي أنه عنوان الحب والخلة نعم صدق من أسماه خليل الله ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود دارت عجلة الزمن وجاء وعد الله للمتقين بعد الطوفان ونجاة سفينة سيدنا نوح عليه السلام لم يكن على الأرض من البشر غير المؤمنين لم يكن هناك قلب واحد كافر في الأرض ومرت سنوات وسنوات مات الآباء والأبناء وجاء أبناء الأبناء ونسي الناس وصية نوح عليه السلام وعادت عبادة الأصنام وقد تم الأمر بنفس الخدعة القديمة صنعوا للناجين تماثيل لتخلدهم فإذا الأمر ينقلب إلى العبادة وفي مدينة إرم ذات الأعمدة التي وصفها الله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد عاش قوم عاد وكانوا أعظم أهل زمانهم في قوة الأجسام والطول والشدة ورغم ضخامة أجسامهم كانت لهم عقول مظلمة هل أعطت بناء بيت رجل فقير يدعى عص؟ بالطبع لا يا سيدي من الذي بنى له بيتا في يوم واحد؟ إن هود قد ساره بالأمس هود؟ آه سمعت بهذا الإسم من قبل أليس هو راعي الغنم الذي يبحث عن تعاليم الأقدمين؟ إنه هو ويقال إنه رجل حكيم هذه عادته يا سيدي دائما يحب مساعدة الفقراء وإطعام المساكين مرحبا يا سيد هود ما هذه الغيبة الطويلة؟ قال هود عليه السلام كنت أشكو إلى الله حالنا وأدعوه أن يرشدني إلى الحق وجهك يتهلل بالنور يا هود هل تعرفت على أثر من تعاليم نوح؟ قال هود عليه السلام بل أنا على طريقه يا أخي أمرني الله تعالى أن أكمل رسالة آبائي آدم ونوح وأدعو قومي إلى عبادة الله الواحد يا بشران أرسلك الله نبيا إلى قومي هات قال هود عليه السلام نعم وجئت أبلغكم بدعوة الحق وأنا آمنت بدعوتك يا نبي الله وأنا أيضا كلنا نؤمن بك أليس كذلك يا أختي؟ المهم هو رأي سادة الأقوياء وعلية القوم أما نح فمجرد فقراء ونساء ضعاف قال هود عليه السلام لقد بعثني الله رسولا إلى قوم عاد قويهم وضعيفهم غنيهم وفقيرهم الرجال منهم والنساء ولا فضل لأحد منهم على آخر إلا بتقوى الله هود سمعت عنك الكثير ولكنك لم تزل قصري من قبل ما الذي أردت أن تقوله لنا؟ أجاب هود عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما هذا؟ هل تريد أن تكون سيدا علينا بدعوتك هذه؟ عن أي أجر تبحث؟ قال هود عليه السلام أنا لم أسألكم أجرا أجري على الله وحده ولا أستبره بالدنيا وما فيها وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون وما المطلوب منا إذن؟ قال هود عليه السلام أريدكم أن تتركوا عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وتستغفروا ربكم وتتوب إليه وما الفائدة التي تعود علينا إن فهلنا ما تقول قال هود عليه السلام ربي يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين لسنا في حاجة إلى إلهك ما نشد منا قوة ما أنت إلا بشر مثلنا تأكل مما نأكل منه وتشرب مما نشرب هذا صحيح قال هود عليه السلام أنا لم أنكر أنني بشر مثلكم غير أني رسول الله إليكم لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون قال هود عليه السلام هل تعجبون أن يأتيكم رسول من بينكم يذكركم بآيات الله نعم نعجب من هذا قال هود عليه السلام وهل كان نبي الله نوح إلا بشرا من قومه نوح أنا لا أذكره قال هود عليه السلام ولا تذكر أن الله استخلافكم في الأرض من بعد قوم نوح ولا تذكر نعمه عليكم وأنه زادكم قوة اسمع يا هود لن نترك آلهتنا وآلهة آبائنا لمجرد كلام تقوله أنت بلا أي ذليل عليه قال هود عليه السلام أنتم تباهون بقوتكم وأنا أتحداكم بقدرة الله عليكم أَوَا عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ إن أعداد المؤمنين تتزايد في كل يوم صحيح أن أغلبهم من الفقراء والعجائز ولكن دعوته تشكل خطرا على الآلهة ولماذا لا تغضب عليه الآلهة يا مزاحم وتعاقبها؟ نعم لكن كيف يا مولاي؟ أوحيت لي بفكرة رائعة يا سيد الأمير من أنت؟ واحد من حرسك المخلصين حسنا قل فكرتك ستجعل الآلهة العوالي تعاقب هود وتصب لعنتها عليه وهل الآلهة تقدر على ذلك؟ أقصد كيف تفعل الآلهة ذلك؟ فلتسمح لي يا سيد الأمير أن أشرح لك خطتي سنبدأ أولا بالدخو في وسط الفقراء وبعدها يا لها من فكرة رائعة سنقضي بها على هود وأتباعه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصرى إليه أفئذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون يستمر الصراع بين هود عليه السلام وقومه وكلما مرت الأيام زاد قوم هود عليه السلام استكبارا وعنادا وطغيانا وتكذيبا لنبيهم حتى قالوا إن الآلهة غضبت على نبي الله هود وأصابته بالجنون لماذا يتحدث الناس في الأسواق والبيوت؟ أغلبهم يتحدثون عن إصابة هود بالجنون ويؤلفون الحكايات حول سفاهاته ولكن لا تنسى أن هناك قلة يزداد إيمانهم به كلما حاربناه يقول هود عليه السلام السلام عليكم يا قوم ابتعد عني أرجوك يقول هود عليه السلام ماذا بك يا رجل؟ هو لا يريد أن يكون مجنونا مثلك لقد أصابتك الآلهة بسوء فأصبحت سفيه العقل يقول هود عليه السلام يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين وماذا تريد منا؟ يقول هود أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين إنه مجرد كلام لا تملك عليه أي دليل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين سمعتك تقول يوما إن الناس ستخرج من القبول بعد الموت يقول هود عليه السلام هذا صحيح في يوم القيامة يحيي الله الموت ويحاسبهم على أعمالهم تقول إننا إذا متنا وأصبحنا ترابا وعظاما سننهض مرة أخرى يقول هود عليه السلام نعم أقول هذا وأنا على يقين منه إنما تدعيه مستحيل لا بعث من بعد الموت يقول هود عليه السلام رب انصرني بما كذبون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم عجيب أمر هذا الرجل يتهمه الناس بالجنون والسفاهة ويستمر في دعواته رغم ذلك إنه لا يجذب بكلامه إلا الفقراء المحرومين من نعيم الدنيا يمنيهم هو بنعيم الآخرة نعيم الآخرة أنا لا أفهم يقول يا سيدي أن هناك جنة سيدخلها المتقون بعد أن يقوم من الموت ومنذي يوجد في جنته يعجب الناس يقول إن في جنته قصورا وأنهارا وحدائق تملأها الثمار الطيبة وحريات الحسان حسنا سأصنع أنا بمالي هذه الجنة على الأرض ما أكثر الجوار والذهب وما أسهل بناء القصور ستكون جنتي أفضل من الجنة التي يتحدث عنها هود يا هود أنت تحكي للناس عن جنة بعد الموت بينما أنا جنتي في الدنيا ويمكنك أن تراها بنفسك أدعوك لزيارتها لتتحسر على ما تدعو الناس إليه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين يقول هود عليه السلام لا تتكبر على الله يا أمير عاد ولا تتعجل العذاب أين هذا العذاب الذي تحكي عنه؟ يقول هود عليه السلام لقد وقع عليكم غضب من ربكم وسيأتيكم العذاب عما قريب بدأت الأرض في الجفاف ولم تعد السماء تمطر والشمس تلهب رمال الصحراء وكادت الناس تهلك من العطش أشعر بالعطش الشديد تفضل يا سيد الأمير هذا صمر أريد ماء في الحقيقة إنه أقصد تكلم يا عمليق تعرف يا مولاي أن السماء لم تنطر منذ ثلاث سنوات والماء قليل سمعت أن الماء صار أغلى من الذهب في الأسواق ما دخلي أنا بهذا الكلام أريد ماء لماذا لا تطلب من الآلهة أن تجعل السماء تنطر قليلا طلبت يا سيدي ولكن يبدو أن الآلهة ما زالت غاضبة لوجود هود بيننا وجاء يوم فإذا سحاب عظيم يملأ السماء فظنه القوم غيما ماطرا فخرجوا من بيوتهم فرحين سحابة كثيفة والأمطار فوق رؤوسنا ها يا قوم لقد استجابت الآلهة لدعائي شكرا للآلهة على هذه السحابة المنطرة متى تنطر السماء؟ الجو شديد الحرارة بعد قليل تنطر السماء وتلطف من حرارة جو يا سيد شداد هل تأخذنا معك إلى الجنة؟ الكل مدعو هنا عدا هود الذي يهددنا بالعذاب قال هود عليه السلام وأنا لا أريد أن أذهب إلى أرض لا يذكر فيها اسم الله لا تكادر يا هود ولا تنكر الحقيقة لقد هزمت أنت وأتباعك وها هو الدليل قال هود عليه السلام عن أي دليل تتحدث؟ السحابة التي ستمطرنا بعد لحظات قال هود عليه السلام إن ما تراه فوق رأسك هو ما استعجلته من عذاب الله أنت تخدعني هذا غير صحيح قال هود عليه السلام سترى الآن بنفسك فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين تغير الجو فجأة من الجفاف الشديد والحر إلى البرد العنيف القارس بدأت الرياح تهب ارتعش كل شيء ارتعشت الأشجار والنباتات والرجال والنساء والخيام ارتعش الجلد واللحم والنخاع والعظام لا أقدر على الوقوف يا ناجد وماذا أستطيع أن أفعل لك؟ أدعو الآلهة لتفعل أي شيء آلهة؟ آية آلهة؟ الآلهة هل نسيتها؟ إذها مجرد حجارة هل تسمع الحجارة؟ أو تدرك ما يدور حولها؟ أنت محتال وأنت أحمق خدعت نفسك قبل أن أخدعك يا نبي الله ما الذي يجري من حولنا؟ أجاب هود عليه السلام آية من آيات الله تعالى ريح فيها عذاب أليم ولكن كيف لا نحص بالرياح؟ وهي تهب من حولنا قال هود عليه السلام آية أخرى نراها ونشهد عليها ينجي الله المؤمنين ويصيب الكافرين وحدهم بالعذاب إن أختي منهم يا نبي الله قال هود عليه السلام إنها ليست من أهلك لأنها لم تؤمن بالله لكنها أختي قال هود عليه السلام ليست دمه والصنة الحقيقية بين الناس لقد غارق واحد من أبناء نوح عليه السلام لأنه اختار طريق الكفر وقربه من نبي الله نوح لم يشف عليه الرياح تهب على الكفار منذ هومين كاملين متى ينتهي تعذبه؟ قال هود عليه السلام هذا أمر يعلمه الله وحده اشتد هبوب الرياح كانت الرياح تتبع الكفار حيثما ذهبوا وتطاردهم في القصور والكهوف وتشق الملابس وتمزق الجلد وتنفذ من فتحات الجسم وتدمره لا تكاد الرياح تمس شيئا إلا قتلته ودمرته وامتصت قلبه وجعلته كالرميم إنهم يعذبون منذ سبع ليال وثمانية أيام وأي عذاب؟ كفا كنت فقط أريد أن أعرف ما الذي يجري لأصحابنا من أهل عاد متى ينتهي هذا العذاب؟ لن ينتهي أبداً حتى إذا متنا سنعذب ونبعث لنحاسب ونعذب مرة ثالثة أنت تقول كلام هود وهل تذب علينا في شيء؟ أخبرنا بالعذاب وها نحن فيه ورغم كل ما رأوا من العذاب والآيات إلا أنهم أصروا على كفرهم وعصيانهم آه وصلت جنتي أخيراً جنة؟ إنها أشبه بالقبر رغم ما فيها من الذهب والجواهر فهي تغلو من الحياة يا ويلي ما هذا؟ إنه جسد مساعد عمليق كيف عرفت؟ عرفت من هذا الخاتم في إصبعه ولكن أين رأسه؟ وكيف لي أن أعرف؟ أيكون رأسه هو ذلك الرماد المحترق بجانبه؟ لا، لا أريد أن يحدث لي ذلك أتوصل إليك أيها الرياح أنا لا أريد أن أموت وانتهى العذاب وأبيدت مدينة إيرم كاملة بمن فيها ممن كفروا بدعوة سيدنا هود عليه السلام حتى ذهبت معالمها ولم يتعرف عليها أحد وكانت الريح هي عذاب قوم هود لقد انتهى اليوم الثامن من عذاب الكفار لا أكاد أميز شيئا من أسار مدينة إيرم أين ذهب كل شيء؟ لقد انتهت الأعمدة العالية وصارت القصور الشامخة مجرد تراب قال هود عليه السلام اغتر قوم بقوتهم وبمدينتهم إيرم التي لم يخلق مثلها في البلاد ونسوا أن القوة لله وحده وأن الخير بيد الله وحده وهذا هو جزاء الظالمين وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ حدثت القصة بعد زمان عيسى عليه السلام وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوقت قليل حيث كان ملك سبع يجلس في شرفة قصره مهمومة سيد الملك عيدوس العاصفة الرملية تشتد أليس من الصواب أن تدخل إلى قاعة العرش المغلقة؟ لكم أحس بالكآبة يا عرنوس ما الذي يشعرك بالكآبة يا مولاي؟ الأمطار تسقط على الجبال من حولنا وتنحدر إلينا سيولا ثم تضيع في الصحراء العطشاء ألا ترتوي تلك الصحراء أبدا؟ يجب أن نجد طريقة لمنع السيول من الضياع كل عام في الصحراء لماذا لا يفكر مولاي في الخروج لرحلة صيد؟ قد تزيل عنك بعض الكآبة لا مانع أعد المؤن للسفر غدا أقترح يا مولاي أن نعود إلى القصر ولكننا لم نصد شيئا بعد المؤن التي معنا يا مولاي تكفينا بالكاد في طريق العودة ولماذا لم تتجهز وتحضر المزيد من الطعام والشراب؟ أحضرت يا مولاي ولكننا نسافر الآن منذ عشرة أيام هل تريد الصحراء أن تتحداني؟ يجب أن أجد طريقة لقهرها أريد أن أمحو ذلك لون الأصفر الكريه كما تحب يا مولاي أريد مقابلة كبير المهندسين فور عودتي من الرحلة انظر معي يا مولاي لا أفهم شيئا يا كبير المهندسين من رسومك وحساباتك المعقدة الأمر في غاية البساطة سنبني سدا يحجز الماء في الأودية عند هطول الأمطار فنستخدمه طوال العام عظيم المهم أن تنجز بناء السد بسرعة معذرة يا مولاي هذا مستحيل ماذا؟ أتعصي أوامري؟ بل أخبرك بالحقيقة العلمية هذا البناء سيستغرق عشرات الأعوام عشرات الأعوام؟ وربما المئات لن نكون في الغالب من أهل الدنيا حينما ينتهي البناء وما الفائدة إذن؟ الفائدة ستعم على أحفادنا وأحفاد أحفادنا سيكون اللون الأخضر هو المسيطر على تلك الأرض موافق ابدأ في العمل فورا ومرت بالفعل مئات السنين تغيرت فيها الدنيا ورحل الملك الطيب صاحب فكرة بناء سد مأرب وجاء غيره لينعم بخيرات السد انظر إلى ثمرة عملنا غدا يزيد ثراء الملك مزيقاء بينما نزداد نحن جوعا وفقرا لا تنطق بكلمة مزيقاء هذه وإلا دخلنا السجن الكل يعرف أن الملك يمزق في كل يوم ثوبين من الحرير لكي لا يلبسه ما غيره كيف حالك يا عثمان يا صاحبي؟ في الحقيقة أشعر بملل قاتل لماذا لا تجرب السفر؟ أسافر إلى أين؟ الأرض كلها من حولنا مليئة بالحدائق وأشجار الفاكهة الناضجة معك حق شيء يبعث على السؤم ما دمتما تشعران بالملل والفراغ عودا إلى العمل أي عمل يا سيد عارف؟ الزراعة هل نسيتما؟ أنا أعمل الآن في صنع السلاح عندي سيوف من الذهب الخالص ومطعمة بالأحجار الكريمة وأنت يا زهران أظافري لم تعد تحتمل العمل الشاق ثم إنني مشغول بصنع النبيذ الطلب يتزايد كل يوم على الخمور المعتقة اللهم ارفع مقتك وغضبك عنه ذهب الرجل الأقرى وطلب منه أن يقص شعره أضحك الله سنك يا سمو الأمير مزحة مبتكرة لا أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك أقدم لك يا أبي أصدقائي الجدد عثمان تاجر سلاح عظيم سنعتمد عليك في أن تمد الجيش بما يلزمه من دروع وسيوف وما إلى ذلك هذا شرف عظيم يا مولاي أما زهران فهو أفضل من يصنع الخمور المعتقة إذن نسجنه هنا في القصر ليعد لنا ما يلزمنا خادمك المطيع ورهن إشارتك يا مولاي لماذا أنت شاردني كبير المهندسين وما الذي يشغلك يشغلني يا مولاي هذا التغيير الذي وقع في المدينة من حقك أن تفتخر به أنت الذي أتممت بناء السد ليتني ما أتممته وليتني لم أكن مهندسا لماذا أيها الحكيم كنت أحسب أنك تفخر بالسد كان السد نعمة لكنه كان نعمة تحمل في طياتها ألف شر مدجج بالسلاح أفصح أيها الحكيم لا نفهم كلامك لقد أنستنا نعمة السد حقيقة المنعم إن الناس يعرفون أن عطاء النعمة الإلهية حصن لا يسقط أبدا ولكنهم يجهلون أن حراسة هذا الحصن لا تكون إلا بشكر الله هل انتهيت من خطاب الوعظ؟ أكنت تريد أن نظل فقراء؟ ليتنا بقينا فقراء صابرين هذا أفضل كثيرا من الأغنياء الجاحدين هذا كثير لقد نسينا كيف نشكر الله لقد صدق علينا إبليس ظنه وأنسان الشكر أنت تبالغ يا كبير المهندسين اشرب كأسك ودعك من هواجسك أما عن أصحابنا في مأرب فقد جادت الأرض وزاد الخير وفاض على كل أهلها ومن العجيب أنه حين تغيرت طبيعة الأرض إلى الأخضر تغيرت نفوس الناس إلى الأسوأ أين الثوب الجديد الذي سأدخل به إلى بيت الخلاء؟ ها هو تفضل وستجد هناك الثوب الثالث الذي ستحضر به مجلس الحكم أين ابننا مالك؟ يوزع الهداية على كبار المسؤولين وسادة القوم في حديقة القصر يا له من أحمق المفروض أن يتلقى الهدايا في يوم ميلاده إنها فكرتي أنا حتى يزيد حب الناس له ويتهيأ لقابوله حاكما بعد عمر طويل أخشى أن يحبه الناس أكثر مني وماذا في ذلك؟ إنه ابنك المقرب وخليفتك وكل الآباء يريدون لأولادهم مستقبلا أفضل فأر فأر أفزعتين أن يدها الحمقاء إنه مجرد فأر صغير وليس أسدا سيفترسون بل إنه أخطر من الأسد إذا عاشت تلك الفئران بيننا فستلد وتتحول إلى جيش من القوارد يقضي على زراعتنا وينقل الأمراض إلينا جميلة ابنة الوزير بيننا أرجوك يا سيدتي أن تبلغي والدك المحترم بهذا الخطر قبل أن يتفاقم ويتحول إلى كارثة سأفعل بكل تأكيد لا أدري من أين أتت هذه الفئران الضارة إنه عقاب الرب على الشر والفساد إن وجود الفئران في سبأ قد أصبح مشكلة كبيرة تهدد مستقبل البلاد وثرواتها لماذا لم تخبرني بمشكلة الفئران في حينها يا وزير؟ رأيت الأمر أدفه من أن يعكر صفو مجلسكم يا مولاي عندي حل يا مولاي تحدث يا كبيرة الجاري السلاح أقترح أن ننشر السم الزعافة في كل أراضي سبأ فنقضي على الفئران قضاء مبرمة ولكننا سنقضي على المحصول أيضا وسيموت كل من يأكل منه نمنع الناس من الأكل في هذا العام وعندنا في الخزائن فاكهة وغلال تكفي سادة القوم لعام كامل ما رأيكم في الاقتراح؟ أرفضه يا مولاي ستتأثر الأرض بالسموم لفترة طويلة كما أن الثمار الساقطة من الأشجار هي الأغلى ثمنا لأنها تستخدم في صناعة الخمور والحل؟ عند اقتراح يا سيدي تحدث يا سيدة سبأ الأولى سنربي عددا كبيرا من السنانير القطط والمعروف أن القطة بطبيعته يفترس الفئران ويتغذى عليها وبهذا تحل المشكلة يا لك من امرأة داهية تعجبني هذه الفكرة الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة دعني أنظر بنفسي يا لها من كائنات مخيفة أها أقصد مثيرة للشمئزاز القطة تهجم يا مولاي لا زالت تهجم إنها تقترب إنها تقترب من الهدف رائع عظيم انتصار ولا أجمل هزيمة ساحقة للفئران إنه يوم تاريخي في حياة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ما أطيب الهواء الليلة يا زوجة الغالية طريفة؟ لأول مرة أراك تناديني بزوجتي الغالية ترى لماذا؟ لأنها آخر مرة أراك فيها يبدوه أن حادثا خطيرا سيحدث إلى أين تذهب يا مولاي؟ انتظرني لا تتركني وحدي ما أفضح صوت الرعب إلى أين أذهب؟ لقد أرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت يا إلهي لقد كان حلما لا بل كان كبوسا فضيعا إنه نزيل الشؤم يجب أن أحذر الملك في الحال أمي ماذا جرى؟ مالك هل أنت بخير يا بني؟ بكل تأكيد لماذا تجرين في الحديقة في هذا الوقت المتأخر؟ لقد رأيت كابوسا مفزعا في نومي حدثيني حدثيني عما رأيتي رأيت غيما أبرق وأرعد طويلا ثم أسعق ثم وقع لشيء إلا أحرق ثم بعد هذا إلا الغرق هل هذا شعر؟ لقد أضعت وقتي معك أين أبوك؟ أظنه يجلس في آخر الحديقة انتظريني يا أمي سأتي معك عثمان لا أحد يدخل على الملك الآن أمرك يا سيدتي ولا حتى الوزير ولا أي مخلوق السمع والطاعة يا سيدي ما الذي جرى؟ هل جننتما؟ استمى إلي جيدا يا عمر عمر فقط؟ دون ألقاب؟ ليس هذا وقته يا أبي أنصت لما ستقوله أمي بتركيز شديد تكلمي يا طريفة هل الموضوع بهذه الدرجة من السرية؟ لقد رأيت تفضحا وسلح فاتا في الحديقة ها ما رأيك الآن؟ رأيي في ماذا؟ لقد أصابك الجنون حلم بصاعقة وضفاضع كبيرة تقف على قدميها ماذا أفهم أنا من كل هذا؟ والنور والظلماء والأرض والسماء إن الشجر لتالف وسيعود الماء إلى ما كان في الضهر السالف ومن أخبرك بهذا؟ أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد والوالد وما علامة ذلك؟ تذهب إلى السد فإذا رأيت فأرا يحفر في السد ويقلب برجليه الصخر فاعلم أن المصيبة ستحل بنا سأذهب إلى جسم السد لا لشيء إلا لأؤكد لك أنها تخاريف وأضاث أحلام لقد ماتت الفئران كلها أكلتها القطط منذ زمن ليتني أفهم يا مولاي ما السر في تلك الزيارة المفاجئة للسد؟ هذا ليس من شأنك معذرة لن أتكلم أرجو هذا سأصعد الآن وحدي إلى هذا الجبل هل تريد أن أصحبك يا أبي؟ ابق أنت وإذا حدث لي مكروه تولى الأمر من بعدي احذر أن يتبعني أي واحد من هؤلاء الأغبياء أمرك يا أبي الحمد لله كل شيء طبيعي عادت الفئران؟ إنه يقلب صخرة لا يستطيع أن يحركها خمسون رجلا إنها النهاية 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 وقف الملك عمر بن عامر حائر لا يدري ماذا يصنع أبي أبي هل أنت بخير؟ ابقى مكانك يا مالك سأتي إليك لقد أصبنا جميعا بالقلق أنت تقف مكانك منذ وقت طويل وتنظر إلى أسفل ربما لم أنتبه للوقت ماذا رأيت بأعلى الجبل؟ لا شيء لا شيء يجب أن أجلس مع طريفة لنبحث أمرا في غاية الخطورة لا أريد أن يزعدني أحد أمرك يا أبي فأر يسحب صخرة ألم أقل لك؟ إن له مخالب وأنيابا يا طريفة هذه كلها علامات سيئة خذ هذه الزجاجة وانظر إليها فإذا امتلأت الرمال فاعلم أن النهاية قد اقتربت الرمال ملأت الزجاجة فعلا متى تتوقعين هلاك السد؟ خلال سابع سنين إذن علينا أن نعمل بسرعة وجدتها فكرة لا تخطر بعقل الشيطان ما هذه الرسالة؟ إنها دعوة من الملك عمر بن عامر لوليمة في قصره ولماذا لم يجعل حامل الرسالة يبلغك شفاهة؟ إنها السفاهة والتبذير انظري الدعوة مكتوبة بماء الذهب صحيح ذهب حقيقي والناس بالآلاف يجوعون ويشتكون من الظلم والفساد ألن تتوقف أبدا عن آرائك المعارضة؟ سيتغير كل شيء سيحل غضب الله على الظالمين السلام عليك يا أبي ومولاي اجلس يا مالك لا يصح يا أبي أن أجلس وأنت قلت اجلس واستمع إلي جيدا أمرك الليلة يجتمع كل الكبراء والسادة في سبأ لقد دعوت الناس جميعهم وعن قصد لحيلة في رأسي أية حيلة؟ لا يوجد وقت لأشرح لك هل تثق بي وتقن أنني أحبك وأعمل ما فيه لصالحك؟ بكل تأكيدا يا أبي إذا افعل ما أطلبه منك الآن عارضني في كل شيء أقوله وأنازعني على الطعام واخطفه من أمامي فإذا سببتك سبني كيف؟ افعل ما أمرك به وإذا ضربتك اضربني بكل قسوة وشراسة لك مني السمع والطاعة يا أبي ذهب رجل أقرع ليقص شعره يا لها من مسحة رائعة بل هي سخيفة كقائلها سمعناها ألف مرة من قبل ظننت الأمير يقصد أقرع آخر غير الأول أميرك هذا أحمق وثقيل الظل أقول أحمق وثقيل الظل وأكلت ما يكفيك اليوم هذا طبقي ولن أتنازل عنه الطعام كثير يا مولاي الأمير ذق يا مولاي الملك من هذا اللحم أرجوك لن أكل إلا من هذا الصحن وأنا لن أسمح لك يا لك من صبي الوقح خذ لتتعلم الأدب وخذ أنت أيضا يا مزيقاء كيف تجرؤ على ضربي وإهانتي اتركوني لأذبحه لا لا يا مولاي لا تصل أبدا إلى ذبح ابنك الأمير مولاي أستحلفك برب عيسى أن تكتفي بضربه أو عزله ولكن لا تصل إلى القتل اخرس اخرس أيها الرجل المخرب لن أسترد هيبتي وكرامتي إلا إذا قطعت رأسه اقطع رأسي أنا بدلا منه هذا التدليل هو الذي أفسده بل أنت الفاسد أرجو يا سمو الأمير أن تسكت أرأيتم؟ أعطوني السكين أتعصوني جميعا تمنعونني من تأديب ولدي؟ إذن سأغادر هذه الأرض التي يحال فيها بين الأبي وابنه سأهاجر وأتركها لكم وداعا يا من كنتم بلادي هل تصدق ما جرى بالأمس؟ كنت أظن غضب الملك مؤقت لكنه مصمم على الرحيل وترك البلاد ومن سيحكمنا؟ هذا أمر لا يعنيني أسف يا أبي لأنني صفعتك لا عليك جمعنا مبلغا عظيما من المال هناك من يعرض شراء خيولنا وجمالنا أيضا لا سنحتاج إليها في الهرب لنضع فوقها كل هذا الزهب متى نرحل يا أبي؟ عندما نبيع باقي الأراضي والقصور لماذا لا تأكل يا أبي؟ ذهني مجغول يا ابنتي عندي أسئلة كثيرة لا أجد لها إجابة لقد حدثت أمور عجيبة بسرعة أربكتني وأريد أن أتأملها بهدوء ما ستقصد؟ الملك عمر بن عامر يعشق الحكم والسلطة والأرض الخصبة فما الذي يجعله يترك كل هذا ويهاجر؟ أحسب الإهانة كما رأينا جميعا وحيل بينه وبين تأديب بلدي العاق هذه حيلة لا تنطلي علي لقد بدأ الملك والأمير وكأنما اتفق على هذا التشاجر أمامنا ولماذا يفعلان ذلك؟ هذا ما لا أفهمه السد يجب أن أذهب إلى هناك أبي أبي أخفض صوتك المفترض أنك هجرت هذا القصر خوفا مني ها ماذا تريد؟ أريد أن أكرر أسفي يا أبي لأنني صفعتك لا عليك هل حزنتما كل الحقائب والصناديق؟ نعم، هذه للطعام وتلك للفاكهة و... قلت ألف مرة قللوا من المتاع لا نريد أن نسير في قافلة من ألف جمل ويرانا كل أهل سبا هل نترك الطعام؟ زادنا في الرحلة؟ معنا من الذهب ما يشتري كل شيء قللوا من المتاع وتسللوا في هدوء أمرك يا أبي هيا هيا يا أمي سأحن إلى تلك الأرض الطيبة ليس هذا وقت المشاعر حني إليها فيما بعد هيا هيا لدينا أعمال كثيرة يا حضرة الوزير لحظات ويمضي كل منا إلى حال سبيله ما الذي ينبغي علينا ملاحظته؟ ها هو انظرا إنه مجرد فأر أين ذهبت القطط؟ إنه ليس فأرا واحدا بل جيشا من الفئران انظرا الفأر يقلب صخرة بل ويقضمها بأسنانه إنها فئران مفترسة كالأسود وقد تؤذي البعض ليس هذا هو الخطر المشكلة أنها تقرض الصخور أسفل سد مأرب هل تظن أن الماء قد يتسرب؟ ليتك لم تسأل أغيثونا أغيثونا هيا اذهبي بعيدا عن قصري إنه قصري أنا أيضا لقد اشتريناه معا أنا التي أحمل مفتاح القصر الملك عمر بن عامر باعه لنا معا أثبيتي زيل كيف أثبت وقد رحل الملك؟ إذن ارحالي أنت أيضا قبل أن أمر الحراسة بتردك الماء انهار السد إلى أين نهره؟ النجدة النجدة سأغرب النجدة النجدة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ عاش رجل صالح وعالم في أرض كنعان يدعى بالعام ابن باعراء ما العمل؟ لقد جفت الأرض تماما كيف سنأكل طوال العام يا أبي؟ لا أدري يا كاسبي اسمع يا صور، ليس أمامنا إلا أن نستنجد بعالمنا بل عام، إنه هائم في صومعته طوال الوقت ولا يشغله شيء من أمور الدنيا إنه حتى لا يهتم بالجوع أو الضمأ نعم، لا يفكر إلا في الصلاة والعلم كفاكم سخرية من الرجل لا تنسوا أنه من الصالحين ودعاءه مستجاب هل صحيح أنه يعرف؟ اسم الله الأعظم لست أدري، المهم أن يساعدنا على سقوط المطر ومنع الجفاف يا سيد بلعام يا سيد بلعام ما هذا؟ كلاب تنبح وحمير تنهق وأناس تصيح كيف لعالم مثلي أن يتدارس أسرار العلم؟ أي أسرار يا سيد بلعام؟ أريد أن أفهم لماذا تسقط ثمار الفاكهة إلى أسفل ولا تسقط إلى أعلى تحدث معي أنا يا بلعام إن الأرض جافة كما ترى هذا صحيح، بسبب عدم سقوط الأمطار ليتك تدعو ربك أن يسقط الأمطار على زرعنا وسوف نكافئك بسلال الفاكهة ليس بالعام من يفكر في الطعام يا رجل سأدعو الله فقط رحمة بصغاركم يا رب دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم أغثنا وأنزل علينا فيضا من السماء جاء المطر، هذا رائع، الشكر لرب بلعام، المطر وفير، سيكون المحصول وفيراً هذا العام الحمد لله، يا رب، الحمد لله، والشكر لك إلى أين تذهب يا بلعام؟ الشمس غربت، هذا موعد خلوتي وصلاتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لقد كلفنا آل كنعان جميعاً أن نطلب منك أن تنصرنا على قوم موسى إننا في خطر عظيم يا سيد بلعام أي خطر؟ ما الذي يضركم في قوم يعسكرون على حدود أرضكم ولن يؤذوكم في شيء؟ إنهم بكل تأكيد يستعدون للحرب من أكد لك هذا؟ لماذا اختاروا أرضنا بالتحديد؟ إلا إذا كانوا ينون بنا شرة اختصروا في الحديث أريد أن أخلوا لعبادتي ماذا تريدون مني؟ نريدك أن تهلكهم بدعائكم الصالح أجننت يا سور؟ أدعو على نبي الله ومن آمن معه إنك تدعو لإنقاذ أهلك وعشيرتك ويلكم هذا نبي الله موسى ومعه الملائكة ومعه المؤمنون سوف نكافئك بمئة رأس من الإبل عدت للمساومة يا رجل إنه لم يقصد يا بلعام بلعام؟ بلعام؟ هكذا دون سيد؟ أي أغرب عن وجهي؟ أغرب ولا تعود ثانية وأتتني فكرة رائعة ستغير الأمر تماما ما كل هذه الحشود من الناس؟ جئناك جميعا نستحلف أن تخلصنا من أعدائنا ونختارك أميرا علينا أمير؟ أنا الأمير؟ نعم ستكون حاكمنا وولي نعمتنا ولك منا المنزلة والمكانة لا نقطع أمرا إلا بك هم هم ونقسم لك على الولاء والطاعة ما قولك يا كبير القوم ورئيسهم؟ لا تقول عني كبير القوم ولا رئيسهم إنني أحب التواضع فقط قولوا إنني عالم لم نسمع رأيك يا سيد بلعام يا علمنا العظيم هل ستدع على موسى وقومه؟ أيها الناس يا أتباع بلعام ورعيته ما دامت هذه رغبتكم جميعا سوف أدعو على موسى وقومه بالهلاك إنها لحظة من لحظات المجد بالنسبة لي من اليوم سوف أتبعك وأسير في ركابك يا سيد بلعام قرر بلعام أن يدعو على نبي الله موسى ومن آمن معه فاتخذ طريقه إلى جبل حسبان راكبا فوق حماره وقومه من بني كنعان ينتظرون ما سيحدث هيا يا كسول ماذا دهاك أيها الحمار؟ أتوقعني من فوقك؟ ليس لك إلا العصى ويحك يا بلعام أين تذهب؟ ها؟ ها؟ الحمار يتكلم؟ هذا أمر عجيب أعجب منه ما تنوي أن تفعله وما شأنك أنت بما أفعل؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهتي؟ الملائكة تردك؟ لماذا؟ ألا تعلم؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ نعم سأفعل ولا تحاول التدخل في حياتي مرة أخرى أنا حر أنا حر لم يعد إلا للحمار يعرفني الثواب من الخطأ خذ خذ وصل بلعام وصل بلعام مرحبا يا بلعام أقد وصلت أخيرا صمتا لا تزعج السيد بلعام تفضل بالدعاء اللهم 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 بحق اسمك الأعظم أهلك أهلك قومي سيد بلعام اللهم انصر اللهم اللهم انصر المؤمنين من قوم موسى أتدري ما تصنع يا سيد بلعام؟ أنت تدعو لهم وتدعو علينا هم؟ هم؟ دعوني الآن ماذا فعلت يا رجل؟ هذا شيء قد غلب الله عليه والله غالب على أمره لقد رأيت الكنعانيين فوق الجبل ينظرون إلينا وماذا في ذلك؟ هم بكل تأكيد يدبرون لنا الأذى فلتحسن الظن بهم كما يعلمنا نبي الله موسى كيف نحسن الظن بقوم يعادوننا؟ لم نتأكد أنهم يعادوننا كما تقول ثم إن الله يحمينا يا زمري ألم يشق لنا البحر وينجنا من فرعون وهامان وجنودهما كافا، لقد سئمت من ترتيد قصة هذه المعجزة ما الذي يدور في رأسك يا بني؟ إننا قوم أقوياء وباستطاعتنا أن نهجم عليهم من باب الوقاية لأنفسنا لم نهجم على أحد إلا بأمر من نبي الله موسى فلننتهي من هذا الجدل العقيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون من أنت وكيف دخلت إلى هنا لا يهم من أنا وكيف دخلت المهم من أنت وكيف ستخرج من هنا وتواجه الناس أنا بالعام سيد القوم وسوف أخرج إلى الناس وماذا تقول لهم أنا فاشل أنا لست عالما ولست صالحا ولم أقدر على حمايتكم بالدعاء كفى أرجوك أتحب أن تضربني بالعصى مثلما ضربت الحمار الذي نصحك لا تستهزئ بي وحاول أن تساعدني حسنا لكي أساعدك يجب أن تعترف بالحقيقة أنت في موقف بالغ الصعوبة هذا صحيح لقد خسرت الدنيا والدين خسرت الدين هذا مؤكد أما الدنيا فما زال هناك أمل كيف تدبر لم تستطع الدعاء عليهم لأن الله يرضى عنهم أما إذا غضب الله عليهم فسوف تنزل اللعنات على رؤوسهم هذا صحيح سأفكر وأتدبر لماذا جمعتنا يا بلعام اسمي السيد بلعام ياسور لا لم تعد سيدا بعد أن دعوت علينا تأدب ياسور كلنا آذان مصغية يا سيد بلعام اسمعوني جيدا جملوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلهن إلى أعدائكم المؤمنين ومروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها خسئت يا بلعام أهذه عفتك؟ انتظري حتى يكمل حديثة إذا سقط واحد منهم في الخطيئة سيصيب الجميع وبال عظيم ما رأيك في تنفيذ الخطة يا سيد بلعام؟ لا بأس هذه ابنتي كاسبي أرسلتها لتؤدي مهمتها متطوعة لصالح القبيلة اههه ههه 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 هذا ما كنت أنتظره منك يا سور الأوطور الجميلة الفاكهة الطازجة من يشتري مني هذا العطر؟ لا تنظر إليهن يا زمري حتى لا تفتح بابا للشيطان الرجيم لم أبيع شيئاً حتى الآن ولم يحدثني رجل واحد حاولي مرة أخرى يا شروات خذ مني الفاكهة فشلت خطتك يا بلعام لم تفشل بعد لننتظر قليلاً لقد عادت النساء جميعاً إلى هذه الدرجة تبلغ قوة إيمانهم بربهم لقد بذلت أقصى جهدي ودبرت أعظم حيالي كيف يحدث هذا؟ أين منتك كاسبي يا سور؟ لم تعد بعد من أرض قوم موسى هي أملنا الأخير إذن هي قد عادت كاسبي أين الفاكهة التي كانت معك؟ أعطيتها لرجل من قوم موسى يدعى الزمري إذن أفهم من ذلك أنه تم كل شيء بنجاح كما أردت يا سيد بلعام عظيم نجحنا أخيراً نجحنا لقد هلكوا بالفعل سقط واحد منهم في المعصية وعما قليل سترى أثر ذلك على الجميع أين كنت يا زمري؟ ليس لك أن تسألني لقد رأيتك واقفاً مع الفتاة التي تبيع الفاكهة ثم اختفيتما من أمامي هل حدث ما يقوله حييم؟ أنت وحييم لست ما أوصي أعلي آه آه بماذا تشعر؟ أشعر بآلام شديدة وإعياء إنك محموم يا أخي في الله أشعر بغثيان أيضاً أسقوه بعض الماء وسأذهب لأبلغ نبي الله موسى بما جرى لا تزعجوا نبي الله في خلوته إنه مجرد ألم بسيط ومحتمل آه 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 أنا أيضاً أنا أيضاً أشعر بألم بطني كان لبلعام ما أراد حصل على المكانة والمنزلة بين قومه بعد أن باع دينه وضميره هاهاهاهاهاها لابد أن يشرب الجميع نخب انتصارنا على قوم موسى سمعت أن الطعون يفتك بهم فتكة هذه هذه واحدة من مئات الحيل والأفكار العبقرية في رأسي إن الشيطان لكم عدر فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون هل تشعر بالتحسن؟ بل بل الحالة أسوأ إلا متى نسكت على هذا الهوان ونحن لاعلم أسباب الوباء لا تعود لهذا الحديث أرجوك هل تريد مني شيئا آخر؟ نعم ماذا؟ أجبني سل نبي الله موسى أن يسامحني على تقصيري في اتباع دعوته آه أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى نبي الله لماذا أنت مقدب الجبين؟ لقد مات حييم يا زمري حقا؟ خبر سيء إذن أستطيع أن أخذ نصيبه من الطعام فأنا وكاسبي جائعان جدا هذه الليلة لن تقابل هذه المرأة الغاوية مرة أخرى هم؟ ومن سيمنعني؟ أنا أنت؟ يا لك من مغرور مصيبة مصيبة لا تتحدثوا كالكلاب اهدأوا اهدأوا وأخبروني ماذا جرى ابنتي ابنتي يا سيد بلعام ابنتي قتلت قتلها في الحاص هي وصاحبها زمري ليتخلص قهمه من الوباء أعدها إلي أرجوك أجونينت الموتى لا يرجعون للحياة إلا يوم البعث أنت الذي قتلت ابنتي تأدب أنت تخاطب أميرك وقائدك لم أكره ابنتك على شيء هي كانت على استعداد للفساد وأنت شجعتها تذكر هذا جيدا ما كان ينبغي أن تفعل هذا يا بني لم أدري بنفسي إلا وقد غرست الحربة في جسديهما قد أكون مخطئا ولكني أردت الخلاص لقومي ليس بهذه الطريقة ألم تشفى من مرضك؟ وغادرتنا الفئران آخذة وباء الطاعون إلى بعيد نعم هذا حدث ولكن القتل جريمة نكراء والخطيئة لا تعالج بخطيئة أخرى الحق أننا أخطأنا كثيرا في حق أنفسنا كيف؟ ظننا أننا نتبع نبي الله موسى ولكننا في الغالب نتبع أهواءنا هل من سبيل إلى التوبة؟ نعود إلى أوامر نبي الله ولا نخالفها سنفعل إنني جائع وعطشان يا إبليس لم أنجبك لأنفق عليك طوال الوقت يا بلعام إنني في أزمة وسوف أرد إليك كل قطعة نقود تنفقها علي عندما أسترد مكانتي تسترد ماذا؟ لم أسمعك جيدا لا تسخر مني سوف أجد وسيلة أسترد بها مكانتي ومنزلتي بين الناس تلك المنزلة التي بعت من أجلها آيات الله وعلمه لك أنت الذي أضللتني كاذب لقد كنت عبدا صالحا مستجاب الدعوة فانسلخت من آيات الله أنت الذي فكرت ودبرت للشر لا أنا أتتخلى عني الآن؟ بالطبع إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أنت لا أريد شيئا منك اذهب إلى الجحيم اذهب سأذهب وسأنتظرك هناك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون في الزمن القديم كان هناك نهر من أكبر الأنهار سمي نهر الرس وقيل إن ياسف بن سيدنا نوح عليه السلام قد غرس بذور أشجار الصنوبر على شاطئ النهر ونبتت اثنتا عشرة شجرة وافتتنا الناس بها أيها الناس حضر جلالة الملك تركوز ملك اسفندار وما حولها تفضل يا جلالة الملك بإلقاء كلمة لرعاياك أيها الناس يا عبيد الشجرة المباركة لقد حرمتم أنفسكم من شرب الماء المقدس لكي تنموا الشجرة الآلهة والآن يحق لكم أن تحتفلوا بالعيد ألا تنتهي هذه الأعياد أبدا أخفت صوتك يا أبي حتى لا يؤذونك هيا يا أبي هيا لنقدم قرابيننا في العيد إلى الشجرة فليس بوسعنا أن نفعل غير ذلك وكان للاحتفال بالأعياد تقوص عجيبة هل استعد فريق الطهاء؟ لم يحضر لي إلا مئة بقرة أريد مئة أخرى حتى يصعد دخان الطهي إلى عنان السماء لماذا لم تحضروا لكبير الطهات ما طلب؟ لقد أخذنا من الفلاحين نصف مواشيهم يا كبير الوزراء خذوا النصف الآخر المهم أن ترضى عنا الشجرة المباركة تستطيع أن تبلغ الملك تركوز أننا أعددنا كل شيء للحفلة المقدسة أرجوك أن تهدأ يا أبي لم يكن بوسعنا أن نمنع جنود الملك تركوز من أخذ مواشينا جفت الأرض وضاعت الماشية فمن أين سنأكل بعد الآن؟ جارنا السيد حنظلة بن صفون أحضر لنا هذا الطعوم وهل سنعيش على مساعدة هذا الرجل الصالح طيلة حياتنا؟ لولا هذا الرجل الطيب لهلك الفقراء والمساكين جوعاً وعطشاً أحضر راضية يا كورنار عفواً يا مولاي كيف عرفت؟ إنها صامتة تنظر إلينا بغضب وكان الشيطان إبليس الرجيم يتأمر جمعهم وقد استعد ليبث الرعب في قلوبهم يا لكم من حمقى سنمرح كثيراً هذه الليلة يا أهل إسفندار انظروا الشجرة المقدسة ارضي عنا يا إلهتنا المثمرة ليصمت الجميع ولنركع خشوعاً وخضوعاً للإلهة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لقد رضيت عنكم يا عبادي فطيبوا نفساً وقروا عينه أريقوا الخمر وأرقصوا وغنوا مولاي الملكة تركوز حان وقت الانتقام من الصبي الآثم الذي تجرى وشرب من الماء المقدس إنني بريء يا مولاي الرحمة لم أقصد أصمت أيها الكافر كيف تجرؤ على تدنيس ماء النهر المقدس بالشرب منه؟ كنت عطشان ولم أقدر على منع نفسي من الشرب لقد اعترف بجريمته ألم تكن تعرف أن الماء فقط لسقاية الإلهة ومحرم على العبيد أمثالك ليعدم الصبي الكافر في الحال افصلوا رأسه عن جسده أبي هل نجلس صامتين ونشاهد مقتل هذا الطفل الصغير طعلا ما أذنب إنه يستحق العذاب يا ابنتي برك لكم يا عبيد المخلصين isjoodوا جميعا للإلهة إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا أليست هذه الثورة زوجة جارنا الطيب حنظله؟ نعم إنها هي ولكنها تبدو شريدة الفكر لعلها في مشكلة يجب أن نساعدها قدر الإمكان لطالما ساعدتنا هي وزوجها الصالح سيدتي سيدتي ماذا بك؟ لا أدري ماذا أقول لك يا شولين لقد زدت قلقا يا ابنتي أرجوك أن تتحدثي أمس استيقظ زوجي وهو يتصبب عرقا وهيرتعش من الحم هو مريض؟ لا بل أوحي إليه في نومه أن يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد هذا خبر عظيم لقد بعث زوجك نبيه إنه أصلح رجل في زماننا لهذه الدعوة المباركة أعرف يا شولين ولكني أخاف عليه إن قومي يقتلون الأطفال إذا ضمئوا وشربوا من ماء النار فماذا سيفعلون برجل يتحدى آلهته؟ دعا نبي الله حنظلة بن صفوان إلى عبادة الله وحده وترك ما دونه يدعون النبي الحق إلى قول الصدق واحتمال الأذى في سبيل الله نحن قوم فقاراء وضعاف لا قدرة لنا على نصرة النبي ودعمه فلماذا لا يفكر في دعوة الكبراء أولا؟ لقد أوحى الله لنبيه حنظلة أن يدعو الناس كافة كبيرهم وصغيرهم فقيرهم وغنيهم فكلهم أمام الله سواء إن عددنا قليل وليس معنا مال ولا سلاح فكيف؟ كيف نغلب القوم الكافرين؟ المهم أن نغلب أنفسنا أولا فلا نضعف ولا نيأس من رحمة الله نعم ولن نرتد عن الحق أبدا بعد أن عرفنا الطريقة إلي إن عددهم قليل يا جلالة الملك ولا خوف منهم أن نتركهم حتى يصبحوا كثرة ولا نقدر عليهم؟ مرنا يا مولاي ونحن ننفذ أوامرك في الحال إذا كانت ابنتك يا يارش لا تنفذ أوامرك كيف سنقنع بخية القوم؟ أتسمح لي بإبداء الرأي يا مولاي؟ تكلم يا كورنار إن قوة هؤلاء الناس تتمثل في حنظلة ابن صفوان وحده فلو تخلصنا منه هزمناهم جميعا هذا الرجل يعمل في رعي الماشية أعرف ما هي خطتك؟ سنقول إن الماشية قد شربت من النهر المقدس ويستوجب ذبحها فهمت هذه إشارة تهديد ليعرف مدى قوتنا كيف تعاقبون حيوانات غير عاقلة كل ذنبها أنها تشعر بالضماء أصمت أيها الرجل المسن المخرف إننا نعاقب صاحبه الذي سهى عنها وتركها تشرب من الماء المقدس كيف تؤزون نبيا بعثه الله إليكم؟ من قال إنه نبي؟ لم يتبعه إلا الفقراء وأراذل القوم صمتا ستتحدث الشجرة المباركة استمعوا إلى إلهتنا المقدسة يا عبادي إنني غير راضية عنكم اذبحوا المزيد من الماشية ماذا تنتظرون؟ نفذوا أمر الإلهة أما زلت تؤمن بكلام حنظلة؟ بالطابة فهو نبي الله لو كان نبيا بحق لمنع عن نفسه الضرر ماذا فعل حنظلة بعدما آذيناه؟ اكتسب الدعاء علينا وماذا قال في دعائه؟ نظر إلى السماء قائلا يا رب إن عبادك أبوا إلا تكذيبي وغدوا يعبدون الشجرة لا تضر ولا تنفع ثم رفع يديه عاليا وقال اللهم أيبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك ماذا أفعل الآن؟ ليس بوسعي أن أتحدى آيات الله سأذهب إلى قرية أخرى وإلى شجرة أخرى وهذه أيضا أصابها دعاء النبي يا ويلك يا إبليس يا ويلك كيف يابست الشجرة؟ كانت مثمرة يوم أمس انظري ماذا جرى للشجرة لعل ما يقوله الناس عن دعاء النبي الذي ظهر في إسفندار صحيح انتهت لعبة التجسد في الأشجار وسأضطر إلى العودة إلى طريقة القديمة الوسوسة الحمد لله لم يعد يتعرض لنا أحد لقد بهت الناس مما جرى وأدركوا أن دعوة النبي مستجابة لم يعد بوسعهم الآن أن يعاندوا أو يجدوا أي تحجة كم هو عزب هذا الماء المهم أننا نجونا نجونا بديننا ونصر الله نبيه حنظلة بن صفوان عرف المؤمنون من أن صار حنظلة بمكيدة قتل نبيهم لكنهم كانوا قلة من الضعفة هيا يا شيلين أسرعي هيا قد حملت ملابسي وطعاما للطريق أيضا لا يهم الطعام الآن يجب أن نحذر نبينا ونساعده على الهرب بل يجب أن نرحل معه إلى حيث يأمرنا ونحميه ونفديه بأرواحنا إذا أرادوا إزاءه كيف تمكنوا من القبض عليه؟ هو لم يحاول الهرب قال إنه لا فرار من قضاء الله وإن الموت في سبيل الدعوة هو أشرف له وأكرم يا له من نبي عظيم إنه رجل كافر بالشجرة المقدسة ترى هل تعود للإثمار مرة أخرى أم أنها ماتت إلى الأبد؟ أيها الناس إن حنظلة هذا مجرد ساحر ساحر؟ نعم ساحر إلهتكم العظيمة حتى يلهيكم عن عبادتها فتعبدوا ما يدعو إلي وهل إلهتنا المقدسة يمكن أن تسحر بهذه السهولة؟ أيها الناس استمعوا إلى الملك إن الشجرة المقدسة قد غضبت عليكم عندما سمحتم لذلك الرجل أن يعيبها ويدعوكم لعبادته غيرها فحجبت عنكم حسنها وبهاءها ارحمي هنا أياتها الشجرة المعبودة واعيدي لنا سمارك الطيبة استعدوا لحفر البئر الذي سندفن فيه حنظل حيا حتى يموت موتا بطيئا ونتلذذ بعذابه لا أدري ما فائدة هذه الأنبوبة العملاقة هذا إنجاز عظيم غير مسبوق والآن انزحوا الماء من داخل الأنبوبة هل لنا أن نفهم ما يجري؟ عندما نتم نزح الماء من الأنبوبة سنحفر في قاع النهر بئرا تتسع لرجل واحد مولاي يقصد حنظلة بن صفوان؟ ومن غيره؟ عفوا يا مولاي ولماذا كل هذا التعب؟ لنزيد في إذلاله سيكون في قاع البئر خاوية من الماء يموت فيها عطشا بينما النهر يجري من فوقه يا لا من فكرة عبقرية سأقفز في الماء وأحاول زهزعة الحجر إياك أن تفعلي هذا هل نسيت قول زوجك النبي أن الله لم يأمرنا أن نهلك أنفسنا؟ سأحاول قدر ما أستطيع لا فائدة لقد رأيت الحجر الذي وضعوه فوقه كان حجرا ثقيلا وحمله مجموعة من الغطاصين إن الإيمان الذي يملأ قلبك يكفيه ويؤمس وحشته هذا انتصار عظيم على أبناء آدم أنتم تقتلون نبيا أرسله الله لكم صرتم خدما لي دون أن أطلب وهي لحظة يجب أن أحتفل بها قدموا القرابين للإلهة واشربوا وهللوا فرحا بهذا النصر المبين ومن قاع النهر يجيء عليهم نبي الله حمضلة داعيا يا الله أن ترى ضيق مكاني وشدة كربي فارحم ضعفي وقلة حيلتي ودع النبي وهو في حال الاحتضار اللهم ارحمني وعجل بقبض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأنه لا معبود سواه ماذا جرى للسيدة يا الثورة؟ اطمئني عليها يا ابنتي لقد ماتت يا أبي ماتت حزنا وكبدا على فراق زوجها لعل الله قد أراد لها الخير بالنجاة من هؤلاء القوم الظالمين هيا يا أبي لا تنسى نصيحة نبي الله لنا إذا أحط بكم فهاجروا نعم يا ابنتي إن أرض الله واسعة اللهم أمتنا على الحق وابعثنا في زمرة عبادك الصالحين وقال رب العزة جل جلاله في حديثه القدسي مخاطبا ملكه جبريل أيظن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقدروا على غضبي أو يخرجوا من سلطاني كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي أوه ما هذه الزرع العاصفة النجدة إنها حلم من النار النار ستأكل وجهنا أغيثينا أيتها الشجرة المباركة ألا ترى أنها تحترق يا أحمق أوهردوا يا رجالي يا رجالي اصنعوا حولي سياجا أو أحموني من هذا العذاب ابتعد عني أيها المجنون التافت أوه إن جسدي يزوبك الماء بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا اشتركوا في القناة